السلام عليكم ورحمة الله كذرين البنات لابس عليكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هذلا فيديو في احسن الاحوال قبل ما نبدأوا نرددوا جميع اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام مرحبا بكم عندي في القناة اليوم ان شاء الله فيديو جديدة كيف ما كتشوفو وصفة جديدة حوتة فلفران بتتبيلة خطيرة مرافقها واحد ثلاثة ديال الشعرية الصينية ديال الارز بفواكه البحر المهم انا قد يبدأ شيء المتواجد عندي ولكن انا اعطيكم اللي ديال تايف لا فيديو فالطبق كي جراقي في التقديم وغان نرفق احتر ببطاعتها اللي ديال ديال شاركتها معكم فكنتمنى لكم فرجة ممتعة وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو وشكرا لكم نبدأوا على بركة الله نعطيكم المقادر او المكونات ديالها التتبيلة اللي كتجرائعة ومختلفة تماما على التتبيلة العادية ما يمكن نحتاجوا الحوتة اللي كن ندخلوها الفرن كتكون كبيرة منقية مغصولة مزيئا عندكم الاختيارة تختاروا اي نوع ديال الحوت بغيتو عندي هنا القزبر تقريبا جوج معاك كبار يكونوا عامرين ديال القزبر فقط ما كيش المعدنوث هنا عندي ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم يكونوا كبار وعندي مزيودة اللي كتكون حارة مغصولة ومنقية على هاتشكل وإلا ما كانتش عندكم تقدرو تعوضوها بالهريثة كيبقى ختياري عندي فلف لحلو وحمرة لمقطعتها لا تشكل عصر ديال الحامض ليمون الحامض وعندي عطرية ديال السمك والملح حسب الضوق ولكن نقلله لأننا غدي نديرو صلصة السوجة كتكون مالحة وعندي الخل ديال الحامض وعندي تحميرة والخرقوم البلدي وزيت الزيتون ما فيهات حتى التوابل بزاف وكجي رائعة هناخدو الخلاط الكهربائي غدي نوضعو فيه المكونات كاملة باش نطحنوها كاملة نبدو على بركة الله في الخلاط كنوضعو القزبر المزيودة اللي كتكون حارة مع التومة كل شي كنخلطو في الخلاط الفلفلة الحمرة الحلوة يعني معلقة كبيرة مع مرش ديال الخل ديال الحامض الخرقوم البلدي تقريبا نصف ملعقة تكون شامرة ونصف ملعقة صغيرة يعني العبار ديال معلقة صغيرة ديال تحميرة عفوا معلقة صغيرة ديال العطرية ديال السمك وربع معلقة ديال الملح لاننا غنديروه الحامض وغادينديرو بزاف الحواج كي اعطولو قود الملوحة عندنا هنا تقريبا واحد جوج معلقة ديال العصرة الحامض زيت الزيتون وصلصة الصوجة هنا سلصة الصوجة اللي عندي معلقة صغيرة ديال لان سلصة الصوجة عندي عاقدة كتكون خاطرة بالنسبة للخفيفة ديرو معلقة كبيرة من بعد ما طحنت المكونات ديالي كلهم بزيان ما غاديش نشرمل الحوتة غاديش شوفوا الحوتران ما غاديش نشرملها را هادي هي الحيلة هي ان هاد شرمولة ما غاديش نشرملو بها مباشرة غادينطيبوها ناخدو كثرونة هنديرو فيها هاد شرمولة نضيفو لها شوية ديال زيت الزيتون ونضيفوها فوق النار اللي تكون مهيلة حتى الطيب يعني تشحر كيف ما كتشوفونا غاديش نشرع البوطة يعني العافية اللي تكون مهيلة ونحطو عليها الشرمولة ديالنا وبقوا نحركوها حتى طيب هاد العناصر هادي وتنسجم مزيان مع بعضياتها هنا كيكون صراحة اللي ستجيب بنينا جربوها أنا متأكدة غتعجبكم كيف ما كتشوفو مع التحريك حتى غلات اللي مزيان ونطابس وتشحرت لها الشرمولة دابا في آخر مرحلة قبل ما نطفع لها واحد ثلاثة ديالتقايق نضيف ورقة سيدناموسا ونضيفها على الشرمولة ونحركها واحد ثلاثة ديالتقايق سافي ونطفع لها البوطة ونخليها حتى تبرد مزيان بنسبة الحوتة سكين ماضي في اللي حتها من الجهتين باش ندخلها شرمولة مزيان بنسبة الشرمولة راها بردات كيف ما كتشوفو زولت منها ورقة سيدناموسا سنبدأ نشرم لها وندخل لها شرمولة مزيان ونخليها ترقد واحد ل 15 دقيقة سندخل لها الفران بنسبة الشرمولة ستبقى ليارا بها سنصاب السلطة ديال الشعرية الصينية معاكم نيت بقوا معايا تشاهدو نهاية الفيديو بنسبة الحوتة ديالي بعد ما ترقدت 15 دقيقة سندخل لها الفران بحل هكما بغيت نضيف لها لا ما لاحتشي حاجة خرجوا نفس الشرمولة بتضيف الحوتة سواء الخضر خرجوا الخضرات التي تريدونك ونصابوهها في الماء خلوها شدة رأسها وشرموها بنفس الشرمولة وتصفيفها بها الشرمولة نيت وستفوها على الحوتة وضيفوه من Acta حتى يشرموها وضيفوها على الحوتة وضيفوها على الحوتة انا اليوم سوف ندخلها بحلقة ناشفة سوف ندخل الحوت الطيب ونرفقها بسلطة سوف تشاهدوا الشكل النهائي رائع سوف نستخدم الخضر ولكن بطريقة مختلفة السلطة نحتاج لها في الاساس الخضر سوف نعتمد على الخضر ولكن بطريقة مختلفة فلفلة خضرة صغيرة وفلفلة حمرة صغيرة فلفلة جزارات وكورجيتات سوف نستخدم التوابل سوف نستخدم الزيت زيتون سوف نستخدم الزيت زيتون سوف نستخدم الزيتون سوف نستخدم الزيتون سوف نستخدم الزيتون ونضيف لها الفلفلة سوف نستخدم الزيتون سوف نستخدم الزيتون بالتعليق سوف نستخدم الزيتون الخضرية الصينية سوف نستخدم الزيتون سوف نتettes نضيف لرعان الملح نضيف الملح في شرمولة نضيف الملح في شرمولة نضيف الملح في شرمولة و نضيف هذا الكلامار نضيف الملح الملح في شرمولة لا نضيف الملح عند الملح يختلفsama نضيف كرمية مع الطعام باللحوه خضرات تنزل اضفت الكورجت سخونة طنجرة نضيف شرم نضيف سكينجبير سكينجبير أفضل اضفت الكورجت نضيف الكورجت نضيف الكورجت نضيف الكورجت الوحي نضيف الكورجه نضيف الكورجت نضيف الكورجت اضفت في الطنجرة نضيف الضرات المعلبة أو الميذ اضفت حبث نضيف اشتركوا البطاطا مجموعين صراحة البطاطا دايش اشاركتها معاكم وما فيها بس نحطوها بالنسبة للناس اللي اول مرة يشوفوها هنا بطاطا راني درت الماء اللي غليان درت فيها الملح ودرت فيها رويس ديال التومة ودرت فيها البطاطا ديالي تطلق مما نخليوها تطلق حتى تعجن غير كيف يعني تحسو بها سفي يعني تطابة ما تفوتش في الطياب سفي كنحيدوها كغسطة بقشة دارتها حتى تعجنها مزيانة في التتبيل ومليك نحيدو البطاطا كيفما تشوفوك نخليوها تتقطر ونخليوها تبرد شوية ما نحاولوش نشرموها هي سخونة لانها تتهرس معانا خليوها تبرد واحد شوية حتى تقسح كتشت درسها سوف نديرها في ايناء باش نصابوا لتوابي ديالها مهم اليوم قد ندير سوف نتبلها مزيان صراحة عندي هنا زعتر وشوية اليازير سوف نضيف لها الكامون سوف نضيف الهريسة تجي رائعة بالهريسة لا سوف نضيف بزاف لان الوليدات يحمقوا عليها مبغيتاش تجي حارة تقريبا واحد دربعة معلقة سوف نضيف القصبر يابس اللي مطحون وشوية ديال زيت المائدة تقريبا واحدة معلقة كبيرة عامرة ديال زيت المائدة سوف نضيف سوف نضيف 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 كبيرة نضيف نضيف اشتركوا في القناة